أنت الأول قبل ما تسيب الأهل ليه إمام عشور؟ كابت الحسام حسن ما خدوش المنتخب عشان بس مبارات السبع الأخيرة؟ لا أول حاجة وقايمة المنتخب كان في كلام من إمام عشور مش هتاخد ونزلت وفعلا إمام عشور ماتاخدش هلازم نفرق بين حاجتين ما بين قيمة وإمكانيات اللاعب وما بين الحالة بتاعت اللاعب إمام عشور بتاع نادي الزمالك وأول شهرين ثلاثة مع نادي الأهل من الآخر اللي كان بيهين نفسه وكان في الكورة وبيستخلص كويس جدا هو القصة عن إمام عشور وأفضل لعب رقم 8 بنقول عليه في مصر لأنه بيجمع ما بين النواحي الهجومية والنواحي الدفعية عنده كرياتيفتي وعنده إبداعية في الجزء الأمامي وفي الجزء الخلف يا كريم بيعرف إزاي يستخلص بشكل كويس والاتداب بتاعه قوي جدا في التاكل كل ده احنا عارفينه بس إمام بصراحة شديدة وقلناها هنا على فكرة من قبل لما نادي اللي قال ياخد دور كنت بعض أقول لك إمام عنده مشاكل بدنية وظهرت قوي لما الكواليتي زي ماتش الزمالك تبتلع في فرقة جامدة ظهر فيه قصور كتيرة جدا عند إمام عشور بدنية عشان كياه راجل طلعهم اديها 65 وده أصلا مش بيحصل كتير مع مرسل كله بعض اللقطات في الماتش توريك ليه إمام عشور أنا شايف إن الكابتن حسام حسن بغض النظر عن أفكار الكابتن حسام حسن يعني لو هنقول إنه ما خدش إمام عشور عشان ما كانش كويس هشوف القطات دي ليه علاقة بالله حصل وتجي تفرج على مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك المباراة السوبر المرة اللي فاتت هتشوف دي أول كرة خالص دي دي كانت في الديئة السبعة أول ما إمام عشور هنا هيستلم الكرة يا كريم أول حاجة هيستلم عاوز يلف أما على طول عبدالله سعيد قطع منه الكرة بمنتهى السهولة ضيعة حجمة على النادي الهدي ده في الديئة السبعة كرة اللي بعدها نفس الكلام برضو محمد هنا هيستلم الكرة إمام عشور هروح يتحرك في المساحة الفاضية هيلعب الكرة لإمام عشور أول ما إمام عشور يا كريم هيستلم الكرة عاوز يعمل كعب غنيب جداً جداً في الديئة 14 والكعب حتى كمان خلى شكله يعني مش حلو بالكرة فأول ما الكرة قطعت عبدالله سعيد دخل معاه في التحام وأمو خدها وخدها بفاول وأنا ما ندعلش مني يعني فعش لعيب أكبر من إمام عشور بـ 14 سنة مهما كان الكابتان عبدالله سعيد لي كامل احترامه أنه هو تفوق عليك كرة دي برضو دونجا وإمام عشور دونجا تفوق على إمام عشور وده نادر لما بتشوف أنه واحد على واحد على إمام عشور هنا المفروض إمام سابق دونجا خد التحم الكرة من غير فاول وخدها منه كل السنائيات في المطش كان إمام عشور بيخسارها تعال نتفرج على الكرة دي يا كريم هنا إمام عشور سابق هيعاوز يستلمع ويطع الكرة بص بقى الكرة أول ما تراحت الراجل أمواخد الكرة ده ناصر مهر خد الكرة من إمام عشور إمام عشور ناصر مهر لفيه بعد كده ناصر مهر هيبدأ ياخده كرة بص إمام عشور هنا مفروض في الدقيقة 52 اضغط عليه إمام عشور بيمشي معه مفيش يا كريم الأجريشن مفيش العنف أو الغل أو عارف إنت لعبت الكرة أو إمام إمام نفسه بص راجل لعب أوفر السياسة البرديم طلحها دي كانت من واحدة من أخطر للهجمات بتاعة تنادي لها تعالى بقى للكرة الأخيرة دي لأنا مستغربها وهواريك كرة بعدها كتفديها الأولى يواريك إن الرتم البدني بتاع إمام عشور في المشكلة الكرة دي بيرستا وقطحها لحظة بقى أقف هنا قبل ما الكرة تيجي لبيرستا قبل ما الكرة تيجي لإمام عشور وبرستا وبلعب بص هنا كل لعيبة نادي الزمالة كلها ضغطة الوحيد اللي مش موجود في الكادر حسام عبد المجيد لو إمام خد الكرة بطبع إمام اللي إحنا عارفينه هياخد الكرة ويزق أو هياخد الكرة ويطلع حسين هياخد الكرة ويطلع وسام هيبقى نادي الآلي ثلاثة على واحد بص بقى إمام من الإرهاق البدن اللي عنده هياخد الكرة يا كريم أول حاجة عملها خد الكرة وقف وأملف أول ملف كل لعيبة نادي الزمالة أما طلعت أما طلع الكرة هياخد الكرة طلحها طلحها ليه ما هيعطيته الله إيه حاطيتها ده تضحى لحسين الشحات كل لعبة نادي الزمالك ثلاثة والهجمة تحاولت الهجمة عادية جدا حسين هياخد الكرة هيحاول رأس قطع منه بص بقى الكرة اللي بعدها آخر واحدة في الديئة الأولى في المتش بص يا كريم فرق التعامل دي أول ديئة في المتش بص إمام عشور وهو بيستلم أول ما الكرة تلعبت له استلم الكرة بكعب رجله لف 180 درجة وأمواخد الكرة والقرار الأولي أروح على الجول خد الكرة وزق زق زق لغاية لما لعبة نادي الزمالك عملت فاول فرق ما بين دي وما بين دي ستين ديئة فقط ساعة لعب إمام عشور واحد من أهم أفضل لعب موجود في مصر في خط الوسط بس أنت قيمتك وإسمك محتاجين أن أنت تشتغل أكتر من كده على حالتك لأن حالة إمام عشور مش ده إمام عشور اللي جينادي لقالي لحد كس يا أم أفريقية ومش ده إمام عشور اللي جينادي الزمالك بصراحة شديدة خالص خالص رأي